السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اخواني المشاهدين في فيديو جديد على قناة الساورة فارم موضوعنا اليوم سيكون حول الديدان البيضاء الموجودة في التربة وتسمى آنيطون والكثير منا يجد احيانا ديدانا بيضاء اللون نحيفة عند منطقة الرأس ولها ارجل صغيرة باللون الاصفر او البرتقالي ونتصادف بها عند حرط او تقليب التربة وفي حلقة اليوم سنقوم بتعريفها ومعرفة مخاطرها على النبات هذه الديدان عبارة عن يرقات الخنفسة او لاغف دو كوليوبتاغ تكون بجسم اسطواني متجانس غالبا ما يكون منحنيا على شكل حرف س ولها ثلاثة ازواج من الارجل الكبيرة في مقدمة الجسم وتتحرك على بطنها دورة حياة اليرقة تتطور هذه اليرقة على مدى ثلاثة سنوات المرحلة الاولى بعد فقس البيض في شهر مايو ويونيو اي ماي وجوان تبدأ في استهلاك المواد العضوية الميتة والفطريات قبل حفر اكثر من خمسون سنتيمتر في الارض لقضاء الشتاء المرحلة الثانية من عمرها في السنة الثانية في شهر مايو او ماي ترتفع بين خمسة وخمسة وعشرون سنتيمتر من سطح الارض وتتغذى في هذه المرحلة على الجدور والضارانات بشكل مكثف وفي مرحلتها الاخيرة تصعد في ربيع السنة الثالثة لتتغذى قليلا ثم تعود للأسفل لتحتحول بعد ذلك ليرقى بالغة جاهزة لتصبح خنفساء اذا خلاصة القول هي ان هذه الديدان او اليرقات البيضاء مضرة بالنباتات والمحاصيل الزراعية لانها تتغذى على جدورها واينما وجدتها تخلص منها بسرعة حيث يمكنك تقديمها للدجاج او البط او الحمام حيث تعتبر غذاءهم المفضل وهذا كان موضوع حلقتنا لنهار اليوم اتمنى ان تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومة وشكرا لكم على المشاهدة